الوحش في انتظار الرئيس الامريكي المنتخب فمع تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة ستكون بانتظاره سيارة الرئاسة الجديدة المصممة من قبل جنرال موتور والتي تحمل لقب الوحش السيارة يبلغ وزنها ثمانية أطنان تحمل مزايا جديدة وفريدة وهم رفع تكلفتها إلى مليون ونصف المليون دولار السيارة عبارة عن ثكنة عسكرية متنقلة فهي مصفحة مثل المدرعات والدبابات فيها بنادق حربية قذفان للغاز المسيل للدموع إذا ما تجمهر غاضبون حولها كما أن أسفل هيكالها مصفح بحاجز معدني يقيها من أي انفجار مفاجئ تحتها وتسير على إطارات طراز كيفلر مضادة للرصاص والقذائف ونوافذها من زجاج سميك مضاد للرصاص لا تفتح باستثناء نافذة سائقها أما أبوابها فيبلغ سماكة الواحد منها 20 سنتيمترا وهي كافية لصد الرصاص ومعظم القذائف المعادية فالواحد منها بضخامة باب طائرة بوينغ 747 أما خزان الوقود فهو مصفح أيضا ويحتوي على نوع معين من الرغوة التي تمنع انفجاره حتى لو تم استهدافه مباشرة من الداخل تتميز بمقاعد واسعة ويمكن اعتبار السيارة نموذجا مصغرا ومتنقلا عن البيت الأبيض فهي مزودة بأنظمة إلكترونية وجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية لضمان أبقاء الرئيس الأمريكي على اتصال بالعالم الخارجي تحت أي ظرف تحتوي على بنك دم خاص من فئة دم الرئيس ترامب للاستخدام في حالة التعرض لإصابات عندها يتحول سائقها المدرب على الإسعافات الأولية إلى ممرض يقوم بالمطلوب السريع انتظارا للنجدة الأكبر